السلام عليكم ورحمة الله معلومة صحية على السريع والنهاردة هنتكلم مع بعض عن أهم أعراض نقص فيتامين سي بس الأول ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحت أسرتك كتير من الأشخاص بيعاني من نقص فيتامين سي وكلنا عارفين أنه فيتامين سي من أهم الفيتامينات الضرورية للجسم ولكن علشان كتير بيعاني من نقصه فخلينا نقولك أهم أعراض نقص فيتامين سي من أهم أعراض نقص فيتامين سي أول حاجة هنقولها خشونة الجلد وده طبعا بيكون ملاحظ على الأشخاص المصابون بنقص فيتامين سي لأنه فيتامين سي لي دور مهم جدا في إنتاج الكولوجين في الجسم اللي هو أحد أنواع البروتينات المهمة بشكل خاص لصحة أنسجة الجسم المختلفة سواء كانت البشرة، الشعر، المفاصل، العظام أو الأوعية الدموية وطبعا نقص فيتامين سي بيسبب ظهور أمراض بيكون أعراضها مختلفة على الجلد منها تقرن الجريبات الشعرية ممكن نقص فيتامين سي برضو يسبب أن الشعر يكون متعرج وغير صحي لأن نقص فيتامين سي بيسبب أن نمو الشعر نفسه يكون منحني أو متعرج أو يكون شكله ملفت أنه في حاجة مش طبيعية نتيجة الخلل اللي بيحصل في بورتينات الشعر اللي هي بتكون ضرورية لأن الشعر ينمو بشكل سليم وطبعا ده بيعد من أحد الأعراض القوية اللي بتكون ملاحظة على الأشخاص اللي بيعانوا من نقص فيتامين سي من أهم الأعراض اللي بتكون ظهرة على أشخاص اللي عندهم نقص فيتامين سي إنهم بيتعرضوا للكدمات بسهولة الكدمة دي بتحصل لما بتتمزق بعض الأوعية الدموية تحت الجلد فالدم يتسرب من داخلها للمنطقة المحيطة وطبعا زيادة ظهور الكدمات بتعد أحد الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي ممكن الكدمات دي بتظهر على شكل نقاط بنفسجية بتغطي مناطق صغيرة من الجسم أو مناطق كبيرة من الجسم من أهم الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي برضو بط في التقام الجروح نقص فيتامين سي بيقلل من سرعة عمليات إنتاج الكولوجين فالجروح لدى المصاب بالنقص فيتامين سي طبعا بيكون الالتقام بتاعها بشكل قطع من الأشخاص اللي عندهم مستويات كافية أو الطبيعية من فيتامين سي في بعض الحالات الحادة من نقص فيتامين سي ممكن أصلا جروح قديمة تكون التقامت تفتح من جديد ودى طبعا بيزود خطورة الإصابة بأمراض والتهابات والعدو من أهم الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي ألم المفاصل وتورمها لأن المفاصل بتحتوي على أنسجة رابطة هامة بتتكون من الكولوجين فنقص فيتامين سي بالتالي بيؤثر في المفاصل ويسبب ألم وتورم فيها طبعا تتسبب الحالات الحادة من نقص فيتامين سي في صعوبة المشي أو حتى بيكون واضح أنه فيه مشي مش طبيعي للشخص نفسه بيمشي بطريقة مش طبيعية برضو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي نذيف ألفة وبرضو أن الأسنان تقع أو خسارة الأسنان إحمرار اللاثة ونازفها بيعد من أحد الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي لأنه طبعا بتصبح أنسجة اللاثة أضعف بكتير والأوعية الدموية اللي فيها بتكون ضعيفة وبيحصل لها أن هي بتربشر أو بيكون فيها التهابات برضو من أكتر الأعراض الشائعة اللي الناس كتير أكيد عارفينها لنقص فيتامين سي ضعف المناعة لأنه الدراسات أظهرت أن فيتامين سي بيتراكم داخل عدة أنواع من الخلايا والأجسام المضادة علشان يساعدها على مقاومة الأمراض وتحطيم الجسيمات المسببة للمرض فبالتالي فيتامين سي مهم جدا وضروري جدا لأنه من العناصر الغذائية الضرورية لتقوية المناعة من أهم الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي زيادة الوزن دون سبب واضح لأنه فيتامين سي بيساعد على مكافحة السمنة عبر تنظيم عمليات إطلاق الدهون من الخلايا الدهنية فده بيقلل إنتاج هرمونات التوتر وبيقلل من فرص الإصابة بالالتهابات وطبعا وفقا لدراسات عديدة واللي وجدت أنه تدني أو نقص مستويات فيتامين سي في الدم بيزود خطورة تراكم دهون البطن أعراض كتير لنقص فيتامين سي ممكن برضو نلاقي ضعف في العظام برضو إصابة مستمرة بفقر الدم لأنه بيساعد على امتصاص الحديد تعب وإرهاق وفيه بيكون مود مش كويس كل دي أعراض برضو لنقص فيتامين سي تقدر تاخده من إيه فيتامين سي كمصادر طبيعية ليه تقدر تاخده من الجوافة من الكيوي من اللمون من البرتقال من الفلفل الحلو الأحمر من الفراولة من البروكلي من البقدونس حاول أن أنت تتناول مصادر فيتامين سي نية أو ما تعرضهاش للغليان أو مصدر حرارة قوي علشان تاخده بفايدته كلها يبقى احنا في الفيديو البسيط ده قلنا مع بعض بطريقة مبسطة جدا أهم أعراض نقص فيتامين سي اللي لازم تاخد بالك منها علشان تتجنب إنك تصاب بيها لأنها تؤثر أكيد سلبا في صحتك عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة أسرتك لازم تتابع قناة محتوى احترافي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا